السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الاثنين ثمانطاش تشرين ثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة ثمانية وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بعدها بده ينتقل القمر لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان حتى عصر يوم الاربعاء ساعة وحدة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج القمر الآن بما أنه ما زال موجود في برج الجوزاء لغاية ساعات الصباح معناته منظل منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه نشغل أنفسنا في أمور مجدية لأنه بالفترة هاي كل إنشغلاتنا بتكون أغلبها في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورة جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا أما بالنسبة للزاوية الحدث اللي رح يصير وهو خلو المسار بعد هاي الزاوية اللي رح يبدأ الساعة أربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش ورح ينتهي الساعة ثمانية وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش يعني هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج السرطان عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بقوة المشاعر والحواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا كما من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى عنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لأكلنا وشربنا ومراقبتهم لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال وهي زاوية التقابل السلبية بطيئة بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرين انتش ذروتها طبعا تأثيراتها إلها ثلاث عيام ومستمرة ثلاث عيام قادمة بتهدد بنوع من أنواع القلق النفسي وبتزيد من مين لا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن أن نتعرضنا لمشاكل مع العدالة لازم نتجنب توقيع الوثائق المهمة ونحاول أن ما نقوم باستثمار أو مضاربات مالية ممكن تنتهي بدعاوة قضائية بالدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام للانتقاد السياسي المالي أو التجاري لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية لبلد ما وممكن يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو ممكن يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافي للمقاضة أمام العدالة وبرضو كما أنه ممكن يقوم جدل حول بعض القضايا الدينية والعقدية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 11.34 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش هي زاوية بين القمر وبين الزهرة أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا ومن الفوضى والتقلب وبتكون عندنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية بنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً أن الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي لغاية ساعات الصباحية الأكثر حساسية من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم وعندنا المهبل الثادي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف جدار البطن الداخلي أو الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم وماذا نصح بإجراء العمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت الطرارية طبعا لا يوصى اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم هو مش مناسب لعمليات التجميل إلا إذا كانت الطرارية اللي هي الحقن أو الجراحة طبعا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل في ساعات الصباح لبرج السرطان ولو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء بيبدأ الساعة 11.19 دقيقة ظهرا وبيستمر حتى تمام الساعة 51.50 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب الآن عمره 17 يوم الساعة 44.40 دقيقة بعد العصر لمنبدأ باليوم الثمنتاش نسبة الإضاءة نهاية اليوم 88% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21.11 سعيد اليوم بنسبة 45% القمر في الجوزاء رح ينتقل للسرطان في ساعات الصباح ورح يظل في برج السرطان ليوم 20.11 سعيد الآن بنسبة 5% ساعات الفجر منتحس بنسبة 25% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات العصر سعيد بنسبة 15% عطارد في القوس حتى يوم 26.11 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات المساء منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 7.12 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6.12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4.2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25.5 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19.11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا أيضا لغاية ساعات الصباح اليوم تنشطوا في أمور تتعلق بالسفر أو الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وعندكم قدرة على الإقناع عالي جدا أو رغبة في التقرب من أحباكم من ساعات الصباح بيصير التركيز على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة أهم مش إنك ما تتهرب من المسؤولية وإن كثرت حاذر الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك أيضا الأعباء اليوم كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل التركيز على الأمور المالية من الآن وحتى ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن يحصل على بعض المكاسب ولكن من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أو ممكن هدايا حتى فعشان هيك حاولوا أيضا تتجنبوا النفقات والمغامرات المالية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك وابحث عن التوافق والإنسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال وبدك برضو تحاذر لبعض الأمور الصحية وتتجنب الإرهاق برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها من الآن وحتى ساعات الصباح وطاقتكم بظلها ممتازة لترتيب الأمور أو لحل بعض المسائل العالقة من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظم الأقصات وما تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعلج الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاء داعم لا إلك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا التعب اللي بتشعر فيه لأنه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب كل ما اقتربنا لساعات الصباح ببدأ يخف تدريجيا ولكن من الآن وحتى ساعات الصباح بدكوا تديروا بالكوا على صحتكوا ما تتخذوا قرارات حاسمة وما تغامروا ولا تجازفوا من ساعات الصباح بتمتلقوا نشاطوا حيوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطتك أو تستعيد حياتك رونقها وحيويتها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن وحتى ساعات الصباح بدل العلاقات الاجتماعية هي المسيطرة على الوضع منكم أشخاص ممكن يتوجهلوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاولوا تتمموا تنجزوا أعمالكم الضرورية بالكامل قبل ساعات الصباح لأنه في ساعات الصباح القمر بوصل لبيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبتسجل هاي الفترة نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم اتخلص من عادتك القديمة انشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير بالنسبة لمواليد برج العذرة بدكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات الصباح وحاولوا أنكم ما تجازفوا ما تغامروا وما تخالفوا القوانين عشان ما تشوهوا سمعتكم من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة بيطمعن بالك لحصد الدعم والتعييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهميش أنك تلطف الأجواء وتعيد العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بيظل في نشاط بالاتصالات والتحركات من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بدوا يستعد بشكل جيد وحاولوا أنكم ما تعتمدوا على الحضوض من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وما تدعي لأنه أي شخص يثير أنفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن بدون إهمال أو راق أو بدون ما تستعين بأشخاص تستفسر عن بعض الأمور قبل اتخاذ القرار اللازم وما تغامروا بالأمور المالية من ساعات الصباح وما بعد بيصلكم خبر صار من بعيد أو من خارج البلاد وهذه فترة حافلة بالنشاطات وبترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون لك نوع من أنواع الاتصال البعيد ممكن تلتقي بأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض أو تعالج مسائل متنوعة برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة من الآن وحتى ساعات الصباح وبتظل الحضوض دعم لألكم بشكل ممتاز جدا وفي بعض المزايا ولكن ما تبالغ بحضوضك من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم لغاية ساعات الصباح وحاولوا أنك ما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذه الساعات وابعد عن المشاكل مع زملائك بالعمل وانتبه لصحتك من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي فترة شوي صعبة بتتقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأنه القمر موجود مقابلك تماما اتجنب ردات الفعل العنيفة لأنها فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث ومال يعني القمر بيجعل هاي الفترة مضطرب وبيجعلك مضطرب ومرها في الحس وبتشعروا بالارتباك والغضب وبتتمتعوا بطاقة كبيرة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا حتى ساعات الصباح ولكن ما تبالغ بحضوظك ممكن تمارس هواهي أو ترفي عن نفسك أو تتقرب من الأحبة إلى أجواء جيدة إلى الاهتمام بالنفس أيضا أما من ساعات الصباح وما بعد بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا أنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة ولكن حاذر من اضطراب صحي وحاذر من المشاكل مع زملائك بالعمل برج الحود بالنسبة لمعاليد برج الحود طبعا بيظل التركيز على الأمور البيتية والعائلية لغاية ساعات الصباح فممكن تنهمكوا بمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أو حدث عائلة أو عطل منزلي أو صحة أحد أفراد العائلة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيد ومرضو اليوم جيد للاهتمام بالذات أو حتى تجميل أو هندام أو قصة شعر أو حتى التقرب من الأحبة والأمنة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر